سمعت أنك أول مسافرتي لأربيل اضطريت أنك تشتغلين بمطعم كراقصة شنو حقيقة هذا الموضوع؟ ما أقول شي يعني هاي السالفة هاني باوي يعني هسا أنت جاي ضيف بأربيل وتقول لي أريد أفتر يعني بكوفيات أو مطاعم أنت تعرف المطاعم والكوفيات أربيل تقول رقص صح له غلط يعني خمار يعني أكد أقول رقص من ساعة بس ما عاش وين أكد إحنا نطلع من ساعة ثمانية قلت لك أنا ساعة ثمانية أطلع أرجع بالداعش بـ 12 للبيت يعني الضيف مالي اللي أضيف بيتي أو يروح للفنتق لازم يستراح عنده وقت استراحه بس أنت هدا اشتغلتي بمطعم اتغليتي بي يعني ش أنت تشتغلين ببلاش بس حتى توفر لك السكن والأكل هذا استغلال وهم مطعم وهم مطعم وكوفي وش أنت يعني تونسين الزباين اللي ترحكين ويقوموا اللي الزبون يجي لين يعرثني أنا ثنانة ولين بس بدون فلوس قاموا مين طون يعني اللي آخذه يسحبوها من عنده لين صار عدة الشون يعني عنده زباين وعندها ودعوا علينا أنا أنا أشتغل بملأ وأرقص بملأ ويطشون علي فلوس أنا لو أشتغل بملأ ويطش أول وحدة بطلة من الفن أنا أقول لك أحشية قدام المجاهدة أنا لو أشتغل بالفن أعافو بالملأ وخير من الله شبيع قاعدة وتجيني أربعمائة دولار قمسمائة دولار مليون طربتني بس صح؟ صح؟ صح؟